اشتركوا في القناة والاندفاع الجميل امطلق الشوت وامطلقت كذلك الامال في تحقيق الفوت والناموس في طيلة مسافة 8 كيلو مترات نسير مباشرة إلى المراكز الأول شوف المركز الأول تأتي الشكلة تتقدم المشاركات وتنطلق إلى المركز الأول من هجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تقود مسار هذا الشوت بعد بداية الانطلاق بينما الصميم تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايدا لنهيان وأحمد بن خلفان بالصايف المزروعي يضمرها بينما المركز الثالث تتقدم في النوع عسل سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة عال ثاني وعلي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري الذي يضمرها ويقوم بعنايتها بينما المركز الخاء الرابع رابع المراكز تقدمت في هذه اللحظات مزوح تتقدم في هذه اللحظة وتأتي إلى رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب يضمر عبيد بن حمد بن فريك بالحيمر المري الذي يقدم هذه إلى انطلاقات بينما المركز الخامس خامس المراكز تتواجد فيه الوجبة الوجبة من هجنة الشحانية في فيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تندفع إلى المركز الخامس هذه الخمس المراكز الأولى في بداية الانطلاق والتحديات هذه الأرقام المذاعة ولكن هناك أسما وهناك تبادل وهناك تغييرات في طيلة هذه المسافة انتظروها وتابعوها من الحول في هذا الشوط الذي تندفع حاملة اللواء الناموس والتحدي نسير مع المركز الأول غيرت وانطلقت إلى مقدمة الشوط غيرت هناك مزوح مزوح إلى المركز الأول لإسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن بريك بن حيمر المري يضمرها العمدة عمدة المضمرين بينما هناك يتاتي النوعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني والموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرح بن مري يقودها كذلك بهذه الموهبة موهبة التضمير والتنافس والتحدي مع الأخوان المضمرين بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز الشكلة من هجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وتاتي هناك وتتقدم في هذه اللحظات الشايبة لإسمو الشيخ زايد بن المرب بن مكتوم المكتوم وأحمد بن علي العويسي مضمر خمس الجوم كذلك يتقدم في هذه ويقدم الشايبة في هذا المسار المركز الخامس الصميم لإسمو الشيخ سلطان بالزايدة والنهيال وأحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من أحد شبابنا المضمرين يقدم الصميم في مسار هذا الشوط في امطلاقة هذا الشوط الجميل يا السلام الخمس المراكز لولا الخمس المراكز لولا ولداء رايع في هذا الشوط والأسماق قوية تتنافس في ميدان الشحانية هنا في ميدان التحدي والأثارة في هذا الملتقى الخليجي الجميل ملتقى الأصالة في ميدان الأصالة في ميدان التحدي في هذه التحديات الجميلة الثمانية كيلو مترات تحتاج إلى الثني تحتاج إلى المسائرة تحتاج إلى هذه الأدات تلقائي في البداية لأنها مسافة طويلة وجميلة ورائعة مع هذا السن مع سن الذلل سن الحول في هذه الانطلاقات نعود إلى المركز الأول نعود إلى الانطلاق الأول ولا زالت مزوح لا زالت مزوح تسيطر لا زالت مزوح مع الخمسة كيلو مترات لافتت الخمسة كيلو مترات ثلاثة كيلو مترات انتهت وخمسة كيلو مترات تفقت في هذا المسار وهناك مزوح على المركز الأول تقود المشاركات لاسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن حمد بن بريك بن حيمر المري عمدة المضمرين هناك الذي يقود مساري هذا شوط ويقدم مزوح على المركز الأول الشايبة تاتي في المركز الثاني الشايبة اللي تحمل شعار اسمه شيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وياتي أحمد بن علي العويسي الذي يضمرها في هذا الانطلاق ويتابعها بينما المركز الرابع في أول مركز الثالث في هذا الانطلاق تتقدم فيه النويعس النويعس لسعادة الشيخ تميم بن عبدالله بخليفة الثاني شعار كذلك صالة وجال وقدم الكثير في عالم الاصالة وفي عالم التحدي والنموس يقودها في التضمير الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرح بالمري يقدم النويعس يقدم هذا الاسم الذي يقدم سجل حافل بالانجازات اسم النويعس هنا في على أرضية هذا الميدان وفي كل ميادين الخليج نعود إلى المركز الرابع ونشوف رابع المراكز تتقدم الدوحة 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 وصلت الدوحة وتحركت الدوحة من هجن الشحانية العملاء سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية تضميرها الشكلة في المركز الخامس من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها مضمراً الخمس المراكز الذي تندفع في هذه التحديات وهذه الأتارة والحماس القوي والانطلاق الجميل في هذه التحديات عبر شاشة الريان مشاهدين متابعين الكرام هذا النقل الحي المباشر وهذه المتابعة الدقيقة وهذا الإبداع الجميل في هذه التحديات هنا في هذه الانطلاقات نعود إلى المركز الأول تخارب الأسماء والرباعية الجميلة ما بين الأربع المراكز ما بين الأربع المراكز الأولى الذي تسير بهدوء وتسير بدون أي توامر منهندوحة تتواجد في هذا الشوط ومزوح كذلك تاتي في هذا الانطلاق النوع استندفع بهذا الاندفاع والشايبة تاتي هناك لتقدم أجمل وأروع انطلاقات هذه التحديات والخامس اللي هي الشكل الدوحة على المركز الأول الدوحة تتصدر المجموعة الدوحة تتحمل مسؤولية هذا الشوط هناك نعود مشاهدين ومتابعين الكرام يلا المركز الأول تسيطر الدوحة على مقدمة الشوط تتربع على عرش المقدمة يلا مكان الزعفران يلا مكان الفوز يلا مكان الانتصار وهو المركز الأول الدوحة من هجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يقودها الشايبة في المركز الثاني الشايبة تاتي في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يتولى عملية تضميرها ويتابع الشايبة ومسارها الجميل والرائع بينما المركز الثالث تاتي في مزوح مزوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان المري عمدة المضمرين يقودها في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع النواعس النواعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة علي بن حمد بن حسين بن جرحب ياتي في تضميرها والمركز الخامس خامس المراكز الشكلة من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يضمرها هذه النتيجة للخمس المراكز وهذه التحديات بدأت الأمور وبدأت السرعة وبدأت المسافة مشاهدين العزاء تقرب 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 للفوز وتقرب للناموس لنصل إلى لايحة ولافتت الاثنين كيلو متر الاثنين كيلو متر مشاهدين العزاء في هذا الانطلاق وهذا أي الاندفاع اثنين كيلو متر تبقت وستة كيلو مترات انتهت من مسار هذا شوط ولكن الجماعة يحسبون حسابهم المضمرين ويتابعون المسافة يا سلام ولا زالت لا زالت كل مضمر يبا الفوز والناموس كذلك في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع يا سلام يا سلام الدوحة على المركز الأول من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم هي الوهيبي الوهيبي يقودها الوهيبي في هذا هي المسار مثل ما قادل كثير من الانجازات الصميم عادة الصميم لأسمو الشيخ سلطان بالزايدة الانهيال وياتي أحمد بن خلفان بالصائق المزروعي ولكن تقدمت الوجبة تقدمت الوجبة أتت الوجبة مشاهدين العزاء بدأت تتسلل تساند اللي هي اللي هي مشاهدين العزاء الدوحة الدوحة والوجبة الوجبة والدوحة مشاهدين متابعين الكرام في هذه الأسماء العملاقة في هذا الشعار العملاقة في هذا الشعار الذي سجل حروف من ذهب بالانجازات شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم الشعار العنابي الجميل الذي يحمل كلمه رائع في عالم الأصائل وعالم التحدي نعود إلى المركز الأول والتغيير غيرت غيرت الوجبة خادت استلمت هناك من الدوحة المركز الأول انطلقت الوجبة على مقدمة الشوط من هجنة شحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عادت الدوحة مرة ثانية كذلك من هجنة شحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الصميم 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 مصمم على الناموس مصمم على الفوز الصميم لإسمه الشيخ سلطان بزايدا للنهيال أحمد بخلفان بصائغ المزروعي يقودها في التضمير المركز الرابع تقدمت الشايبة لإسمه الشيخ زايد بن المربن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في تضميرها تندفع إلى المركز الرابع اللحظات الأخيرة 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 والخطيرة في مساري هذا الشهر والتحديات هذا الشهر بدأت بدأت مشاهدينها متابعين الكرام السبعمية متر الأخيرة إلى خيرة يا سلام والإطلاق من قبل الوجبة 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 بشكلها الجميل بشعارها الجميل بتحدياتها الرائعة هذه الوجبة ترقص ترقص ما شاء الله على أرضية الميدان والأمتار الأخيرة جولة الأوامر الأخيرة روح يا الوهيب يا روح هاي الامتار الأخيرة خلاص من فرده بالمركز الأول وهناك الدوحة كذلك ترافق الوجبة وتنطلق مع الوجبة في هذا الاندفاع ولكن هاي الانفراد للوجبة خلاص بالمركز الأول تهانينا وناموس لهجنة الشحانية تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز على هذا الانطلاق وعلى هذه التحديات الجميلة هذه الوجبة تعلن الفوز وتعلن الرقص الجميل والنهاي الممتاز في هذا الاندفاع بينما المركز الثاني دوحة كذلك من هجنة الشحانية والمركز الثالث تتقدم في الصميم لسمو الشيخ سلطان بن زايدة الانهيان المركز الرابع وصلت في الشايبة لسمو الشيخ زايد بن المر بمكتوم المكتوم والمركز الخامس وصلت في مزوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هكذا الخمس المراكز كانت بيثارتها وانطلاقتها في هذا الشوت وفي هذا الى دال جميل والتحدي رأي نعود الى التوقيت الزمني مشاهدين متابعين الكرام في هذه الثارة وهذا الحماس القوي الذي حمل هذا الشوت الوجبة كانت من تقدم الاداء الجميل بتوقيت زمني مقدارة بنشوف على شاشة قطة المل هذه اللقطات والعادة للمراكز الأولى 12 دقيقة و47 ثانية وخمسة واربعين جزء من الثانية تهانينة لهجنة الشيحانية تهانينة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بينما المركز الثاني وصلت في ثانية المراكز الدوحة قدمت تجوز منه 12 دقيقة وخمسة ثانية وعشر جزء من الثانية تهانينة ونموس تهانينة كذلك لسلطان بن محمد الوهيبي الصميم وصلت في المركز الثالث لسم الشيخ سلطان بن زايدة لنهيان مع أحمد بن خلفان بالصائق 12 دقيقة وخمسين ثانية واربع وستين جزء من الثانية تهانينة ونموس ويعطيكم العافية